السلام عليكم اخواني كديري اللي بس عليكم مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة اه كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتاغنوا معنا وتقطوا على الجرس اه بجدما يوصلكم الجديد ديانا اه اليوم فيديو جديد معلومة جديدة ان شاء الله لمناظر على واحدة تحاميل التحاميل دولين اسم تجاري ديالهم اه بروفيني البروفيني هذا اللي كيعالز لنا اه بعض المشاكل ديالالتهابات اللي هو مضاد الالتهابات كيحتوي على واحدة المادة فعالة اه اللي كتعملين على تطبيط ده وتصنيع يعني كتكون واحد مسؤول يعني في تنشط ديال عملية الالتهاب كيف كتعرفوه ان هاد الدواء ديالا بروفيني تسيبو كيتستخدم اه في الخصائص ديال مضادات الالتهابات ومسكين وخافض للحرارة في الحالات الاتية اذا كان عندك الالتهاب ديال المفاصيل والروماتيزم وكذلك امراض المفاصيل ومشاكل ديال العضلات ومفاصيل متل الالتهاب اه اوتار او الالتواء او شي مغس في الكلاوي وكذلك اذا كانت عندك شيء الام ناتجة عن اه تهيوج اعصاب متل اه العرق النس وايضا اه كيستكلين الالام المختلفة اه مثل السوداء او الالام الاسنان وكذلك حتى الالام الضهر والام طمط هاد اه بروفينيز هادا راز وينه فعال اه بالنسبة للجرعة ديال هاد البروفينيز هادا يمكن لنا انها تاخد اه يعني قويل بواحد في الصباح وقويل بواحد في الليل ومن سنقع الى كان يكون قويل بواحد في الليل اه قبل ما يعني الانسان يتاجه الى النوم ياخده قبل لانا مني كدر قويل بقوكة ناس عذيك ساعة تكون دات مرتاحة وليسيبوك ياخده المفعول ديالهم تيعدوهم مفعول ديالهم اه مهم اه هاد البروفينيز هادا رافيه القويل بيت اللي هادرت عليهم داب اي وفيه 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 ديال استخدام ديال بروفينيز اللي عندوش حساسية اتجاه المكونات ميستعملوش واللي كدجه القرحة الماعدة او نازف في الجهاز الهضمي او كدلك اه امراض الجهاز الهضمي متل الالتهاب القولون اه تقروحي وكدلك امراض الكيلة اه وحالة ديال ارتفاع ضغط الدم او امراض القلب ومهم امراض ديال تجلط الدم والبروفينيز هذا اه موجود في جميع السيداليات الاثر الجانبية دياله اه يجب انتفاخ او اسهل او امساك تحبسه ولجب احتى اه تقيوء الغياتان ولجب اعلام في البطن او سوق الهضم او التهاب في الماعدة او قرحة يعني في الماعدة او نازف الجهاز الهضمي اه او الزغلالة في العينين او الطانين في الادنين او اختلاف ورائف الكابيد اه مهم اه ولا ارتفاع في الضغط الدم اه او تورم في يعني تورم والزيادة في الوزن في ممكن لكم انكم تخلصوه يعني ما تاخدوش ما تكملوش اه تفعول دياله اتبخو فيند هذا اه رازوين وفعال بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديالالم الظهر او الم المفاصيل فيمكلم انها مستعملو لانا البروفينيز رازوين وفعال اه بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل ديالالم المفاصيل والضهر والالتيواء او الصداع اه فهد خوفين لذا التامن ديالو كدير واحد وسبعين درهم اعفوا كدير واحد وربعين درهم وسبعين موجود في جميع الصيداليات يمكن لكم انكم تستعملو اه مهم هذا هو الفيديو دياليوم اه كانت مني انكم اه تابنوا معنا وتفعلوا معنا وتقطوا على الجرس بجدي ما يوصلكم جديد ديالنا و الى فيديو واخر ان شاء الله وتبرك الله عليكم وشكرا